السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين في عدد جديد من برنانج ومضات منتقلية لغة حباها الله حرفا خالدا فتوضعت عبقا على الأكواني وتلألأت بالضاد تشمخ عزة وتسيل شهدا في فم الأزمان وكاتب حرفها هو ناطق بها وتغلغل بكل الألوان فاصطفاها عن سحر البقعواني وضيفة اليوم هي كاتبة لهذه اللغة الجميلة والراقية ومؤلفة بالإضافة إلى أنها قائدة بفرقة الكشافة الإسلامية لن يطيب لنا الخاطر إلا إذا تعرقنا عليها أكثر فابقوا في المتابعة أهلا بك سيدتي حللتي أهلا ووطأتي سهلا نرحب بك هنا بمقر ويبسي شكرا حبيبتي ربناك نعم أشكركم على الاستثافة الجميلة هذا شرف لي أن تكون هنا معنا ونحن نساعدين بما أنك هنا معنا متوجدة معنا فجمعنا اليوم نود أن نتعرف عليك أكثر بما أنك فنانة كاتبة فيا ترى كيف كانت بدايتك وكيف بدأت هذا المجال الأدبي أولا من المؤمنين المواليد الفترة من الفترة من الفترة سبعين من بداية ماتنا أولدت وطر عراق في عائلة ثقافية أولا من الكتابة كانت لا أقول من الصغار كانت تنمو مع الكبار جميل كانت تنمو مع الكبار طيب درستي أنت الأدب أو لا درست البوكينيا التطبيقية نعم يعني كنت علمية نعم كنت علمية درست البوكينيا التطبيقية لكن شغفه للكتابة كان أكوى من ميول العلمي نعم جميل نعم فكنت يعني أقرأ لكثير من الكتاب وحقيقة يعني أعشق نظار قداني لأنه شاعر المرأة وميولي دائما للرشال الروباسي وأكتب القصة القصيرة الاجتماعية يعني تكتبين للمجتمع وليس لذاتك في بعض الأحياء أكتب للمجتمع للمجتمع القصة التي لها أدب اجتماعي طربوي تكتبينها للمجتمع صحيح وهو كذلك سيدتي طيب من اكتشف هذه الموهبة الخاصة بك يعني هل اكتشفتها أنت أو شخص ما بالحقيقة اكتشفت نفسي بنفسي جميل وهو كذلك والأحسد لك يعني أن تكتشفين أنت نفسك إلى شخص آخر ولكن ربما في بعض الأحيان هذه الأشخاص تساعدك تنمي من موهبتك تطورك أكثر فأكثر صح يعني الأول الذي كان معي في مسيرتي الأدبية أولا أبائي جميل والديك سندي أخي عبد الرعوف جميل عائلة يعني بصفة عامة أخي عبد الرعوف يعني سندي مجديا ومعنويا جميل حفظ الله ورعك دائما سندي لك ساعدني في طبع الكتاب الأستاذ عبد الرشيد طوينة مدير نشر عجبني ساعدني كثيرا حتى مجديا ساعدني جميل جدا نشكره جزيل الشكر يعني من باب القناة نشكره جزيل الشكر طيب قد ذكرت أنك تكتبين أصناف عدة ولكن أين تكتبين أكثر في الخاطر في الخاطر الخاطرة الخاطرة تكون تعالج قضايا أو مجرد هواجس يعني ربما رومانسية ربما فقط مشاعر أكتب عن الوطن أكتب عن الأمة أكتب عن الحب عن الشوق عن الحنين فهمتك طيب بالإضافة إلى أنك كاتبة فأنت قائدة بفرقة الكشفة الإسلامية يعني هذا الجانب هو ربما الذي دعاك أن تكتبي للقضايا الاجتماعية ربما ما تلاحظينه أكثر كل يوم كيف هي تجربتك مع الكشفة الإسلامية؟ والله كانت تجربة جميلة جدا وكأنك تدرسي مستويات علم النفس لكل شخص طيب جميل يعني وجدت تجربتك جيدة فيها طبعا تريدين أن تكملي فيها؟ بإذن الله طبعا يعني يحضر معي وأمامي كتابك أشواق وحنين هو عبارة عن مجموعة من الخواطر منذ متى ألفته؟ أو في أي سنة؟ منذ العامين قريبا لقى نجاح يعني إقبال عليهم من طرف القراء؟ الحمد لله يعني جميل جميل طيب كيف ترينه كأول إصدار لك كربما ترينه تحفيز لمؤلفات أخرى؟ إن شاء الله لدي المؤلفات يعني لديك الجديد لدي الجديد يعني لدي الجديد مورثقة جديد كلهم مورثق طيب في الخواطر أو في الشعر؟ خواطر الشعرية عند قصة عند قصة الخطيئة الخطيئة وكذلك يعني قد قرأت في سيرتك أن لديك قصة موثقة بالخطيئة وديوان موثق عذب الكلام في حضرة الغاء نعم يعني هذا هو الجديد سوف تكون أعلم بإذن الله هذا هو الجديد طيب ما قصتهما؟ ما قصة الخطيئة؟ ما قصة الخطيئة؟ الخطيئة هي قصة حقيقية من المجتمع المحاش عشتها شخصيا مؤلمة جدا القصة مؤلمة جدا وفيها عبرة للمجتمع طيب جميل يعني لنا أن نتعلم من هذه العبرة الكثير والكثير شيء جميل لنا كقراء سواء قراء أو مجتمع ككلنا طيب أما بالنسبة للديوان ترى ما قصته؟ الديوان مجموعة قواتر شعرية متنوعة عن الحروب في الوطن العربي اليابن، لبنان، فلسطين، سوريا يعني ربما هو من عنوانه عذب الكلام في حضرة الغرام يبدو كأنه كتاب أو شعر رومانسي أو قصة ولكن يتخلى له قضايا اجتماعية أخرى طيب جميل طيب هل لنا معرفة هل لديك يترى مشاركات أو جوائد سواء وطنية، محلية، دولية؟ لدي مشاركات في وصيات شعرية تتقل الولايات وخارجيها وخارجيها كذلك شاركت في كاس العالم للموضحين العرب حص على مكتبة ثالثة هذه محقة هنا في الجزائر أو والية؟ لا، هي دولية حفل الاختتام كان في لندن كان في بريطانيا جميل شاركتي في حفل الاختتام؟ لا، لا، أحضر لظروف مادية طيب أي دولة قامت بهذه المبادرة؟ مصر أم العرب جميل جداً هذه الالتفات أعجبتني كثيراً راقت لي شهادات شهادات إلكترونية منها نوبل السلام إلكترونية نوبل السلام سفير السلام المحبة والسلام جميل موفقة دائماً وأبداً طيب أي مشاركات أخرى أو ربما بقيت شاركت المعارض المكتب الرئيسي حلوات شاركت في المعارض الوطنية أو الدولية ليس بات ربما الدواوين القادمة بإذن الله إن شاء الله ولمال سيدتي الكريمة طيب لنتحدث قليلاً عن الفن ما رأيك في الفن اليوم؟ هل أعجبك؟ هل فيه ربما ثغرات؟ ربما مطبات؟ خاصة هنا الحديث عن الأدب ليس؟ يمكنك فقط بما أنك كاتبة يمكنك التحدث فقط عن الأدب يعني الفن هو في تطور بالنسبة للكتابة والأدب هو في تطور مع الجيل هذا الصعب هل تشجيعين يا تورا الكتاب الناشئين؟ بالتأكيد وشجع جميل بالتأكيد ومحاملية الرسالة صحيح ويجب أن لا نقف في وجه المبدع أي كتابة نسبة لي أي كتابة يكتبها المبدع فأنا عندي إبتاع إبتاع جميل نتمنى أن يكون كل الناس مثلك يشجعون الناس ويجعلهم عرقيل في طريقهم أو في مشوارهم طيب يقول لمثلك بعض المعارك لنفوز بها يجب أن لا نخوضها منذ البداية طيب هل تواجهين عرقيل أو مشاكل في هذا المجال وخاصة بما أنك إمرأة ونعلم كلنا أن المرأة هناك مجالات تعاني فيها خاصة بما أنك كاتبة أيضا بما أني ربت بيت أولا وجدها جميل أجبت عرقيل جمع حتى سواء من المجتمع أو في الجانب من المجتمع أو في الجانب الأدب أجبت عرقيل لكن عندي شخص بشخصيتي وقوتي وحبي لي نتحدى كل الأزمة نحن نتحدى العرقيل نحن لا نقف عند أول حاجة صحيح نحاول نتعدى كما يقالوا نحن نميل ولا نسقط صحيح وهو كذلك سيدتي أتمنى لك التوفيق ولكن قد يحلو الجمع والكلام بقراءة منك في بعض أبياتك وفي بعض خواترك أنين الجوف كذورق يلاطم أمواج البحار كذريق أنا يحملني اليم لعق البحار وبين الظلام صراخي يعلو فوق السحاب ورعب وبرق دوي القلوب تحر السحار وبرد القمن جراحي تنزف حنيم الجحيم وأجر الطيور ليوكارها ونزف العيون من الاجتياق تعال حبيبي إلى مفتعين فإن الجدار يئن حنين فأبكى الصخر حيون الهجر وأفنت ربيعا وظهر ذبل إليك إليك كتبت شوفا حزين وأشجان تحملها النسمات فكيف لقلبي أن ينكسر وحبك يكبله بحزم وإن كنت تنوي فراق الحبيب فقتله أولى من الغدر رسمت اسسمك في كل باب وشققت دروبا لأجل الوصال أيا زارع الشوقي أيا زارع الشوقي أين الغرود فقد كانت هنا منذ زمن زرعت بذرة حبنا شهد الجنان وسقيتها بهجرك دمع الحنين وإن زاد شوقي فإني هنا على عهدك لا ولن أكون تعال تعال يا قاتلي فزرعك يحتاج ذي روء الزم جميل جدا هي أبياتك وعلى عهدك وصلنا إلى الختام فنرجو منك كلمة أخيرة نسمعها ونرتوي بها في هذا الجلسة في ختام ولا أقول ختاما بل أقول هذه البداية راء الله شكرا لكم شكرا لكم جزيلا الشكر على الاستضافة أسلجتم قلبي أنا سعيدة جدا بحظوري وتواجدي بينكم ونحن سعداء أكثر صربي أحفظ إن شاء الله أشكر أبي وأمي أشكر عبد الرؤوف وزوجة أمي إلى كل من ساندوك وكل من ساندني من قريب أو بعيد صحيح وأشكر حتى من حاول حاول أن يقف في طريقك أن يقف في طريقي لأنه زاد من عزيمتي فأنتي وجدتي بل أنك زاد من عزيمتي صحيح لأن يتوقف الإنسان كما قلت عندها هو الحاجز وما دمنا أحياء فالأمل دوما موجود صحيح نتمنى كلنا العفو نتمنى كلنا أن تكون كل نساء العرب أو نساء الجزائر مثل لويز عوام نشكركم أعزائنا المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة ترقبونا في عدد جديد من هذا البرنامج إلى اللقاء